بارجة حربية تابعة للتحالف السعودي تغرق قبالة سواحل المخى في البحر الأحمر الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفا البارجة بصواريخ الكاتيوشا مصدر عسكري رفيع قال للميادين إن بارجة حربية أخرى أصيبت ولم تعرف بعد جنسية البارجة التي غرقت إلا أنها تعد سادس بارجة تصيبها نيران الجيش اليمني الصاروخية في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي ثلاث غارات جوية على مواقع الدفاع الجوي في مديرية المخى الساحلية غرب تعز وفي تعز أيضا أعلنت وزارة الدفاع اليمنية سيطرة الجيش واللجان الشعبية على منطقة الأحيوق بمديرية الوازعية جنوب غرب المدينة عقب مواجهات مع القوات المسنودة من الرئيس هادي فيما تستمر مواجهات أخرى على الطريق الرابط بين تعز ومحافظة لحج في مديرية المسرخ جنوبا إلى الشمال الشرقي في محافظة الجوف تحدث مصدر عسكري عن سقوط عشرات القتلى والجرح من قوات هادي في صحراء المحافظة في حين تقول القوات الموالية للرئيس هادي إنها استعادت معسكر اللبنات في الجوف وإنها تتقدم في المحافظة مقاتلات التحالف السعودي استهدفت مديرية حريب بيحان في محافظة مأرب شرقا مخلفة دمارا هائلا كما شنت غارتين على منطقتي ضلاع ومدان بمديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء واستهدفت بغارتين قاعدة الديلم الجوية شمالا على الحدود اليمنية السعودية أعلن مصدر عسكري مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بصواريخ للجيش اليمني واللجان الشعبية أصابت موقع المصفق ودمرت دبابة في موقع الحثيرة في جيزان